السلام عليكم اصدقائي الاعزاء اوفياء متابعي قناة خدوتيب مرحبا بكم معنا فيديو جديد كنتم تكونوا كمين بخير وعلى خير وبصيحاتين جيدة ان شاء الله الرحمن الرحيم فهذا الفيديو اصدقائي كما تشتوف العنوان طريقة عمل اتبات الهوية في الحساب الاطس الخاص بنا يعني اه باش نوضح لكم بعض الامور اصدقائي شحال ديال الامور تقنية ديال مثلا اتبات الهوية او لربط الحساب البنكي او لا ادخال البنكود او لا الضرائب او لا هاد الامور هذي او لا تغيير مثلا المعلومات او لا تغيير العنوان هي في حد داتا امور سهلة ولكن المشكلة ديالا الاخطاء ديالها كتكون اخطاء قاتلة لانا كيعطيوك واحد اه كل مرحلة كيعطيوك فيها ثلاثة المرات الى بقع لك الخطأ صابيه الزكلمة وهدي كتمار اللي اضربتي كامل على القناة كتبشي لك لهذا اي واحد انا كنقول لك مش باش تفرج في الفيديو زي ما باش تطلع عليه القناة او لشي حاجة راه باش انت تستافد الى كتم ما غادي تستافد قعم تكمل الفيديو تلاخر الى كانت نية ديالك انك ما غادي ندخل غير نطل وصافي لا الى كنتي فعلا عندك قناة وسواء انت تي هاد المرحلة عادة توصلها او لو وصلتي لها انا مزاوك فيك لما يكمل فيديو تلاخر لانك الى حصلتي راه ما غادي تستافد حتى شي حاجة من المصدقاء غادي نعطيكم بعض الامور التقنية او لبعض الامور اللي يخصكم تديروها بعد اكيدا باش تساعدكم في اتباة الهوية للبطاقة الوطنية وبعض الامور اللي غادي نوريها لكم عمليا في اخر الفيديو مو يكملوا الفيديو الى النهاية وديرونا لايك للفيديو ولكتي اول مرة كتشاهد قناة خليل تيب الشرك في القناة مو يما اصدقاء اتباة الهوية هادي نعطيكم معلومات الاساسية هي اولا باش تعرف راسك انت فكاش مطلوب اتباة الهوية اتباة الهوية نتم طلوب به من بعد مباشرة باش كتتحقق عشرة دولار قريبا اصدقاء ل brewشكل من الاشر دولار اولا اللي انتباة الهوية ولا بايري هاد الامور جديح هال الخدمات يمكن لو توصل معنا الانستغرام في صندوق الوصيح وكذلك في قسم لمحة كيمكنا اصدقاء من بعد ما كتتحقق القناة ديك يعني كتتقبل ضروري كتتقبل في المراجعة لهذه الامور كاملة كانت اجمع عشرة دولار. من بعد ما كدش مع عشرة دولار مباشرة بعد منها تقدر بعد نهار بعد ساعة بعد سيمانة كينا بعد القناوات اللي بعد شهر باش كي حقوا عشرة دولار. الارتسنس كي سيفطلين موحد الرسالة على الايميل دي الارتسنس بانهم مطلوبين باتباة الهوية. ما معنى اتباة الهوية. تيقول لك اخبيرنا عنك او لا ارسل لنا بعض المعلومات عنك خلصهم يعرفوك شكو انت. انت اللي غادي تخلص لان شركات الارتسنس من اصعب الشركات. اي حاجة كتأكد منها. من مراحل دي الارتسنس من اصعب المراحل. علاش? لان ديك الفلوس خاصة مهمة توصل للسيد اللي فاتح القناة ما يكونش شي حاجة مشي يعني. هنا اول حاجة خصني اركز. شن اول مشكل? خصني من تلقي الرسالة عندي خمسة واربعين يوم. الى فاتت خمسة واربعين يوم وما درتيش اتباة الهوية. هزا كل ما بشالك الارتسنس ديالك. من بعد را بصعوبة باش انك تولي تدي حساب اخر. هذك الحساب ما غاليش يقول لي يخدم لك. وخد تواصل معهم لانك انتات تجاوزتي المدة المسموح بها. خمسة واربعين يوم. هادا الصعب الامر الصعب الاول. يعني عندك مدة محددة باش تدير اتباة الهوية. الامر التاني انه عندك تلاتة المرات. يعني كترسل المعلومات المرة الاولى ترفضات. كي يقول لي هو يعطيك الحق في التانية ترفضات. كي يعطيك الحق في التالتة ترفضات. كي تسد لك يعني خستني الركز مزيلا. شنو مطلب مني او لا شنو هي الوسائل المتاحة. هل يمكن لي ندير بها اتباة الهوية. انا ما عنديش بطاقة وطنية. يمكن لك تدير اتباة الهوية عن طريق بطاقة وطنية اولا. او لا ما كانت عندك بطاقة وطنية او لا عندك كاملين. مهم عندك اربعات الاختيارات. اما بطاقة وطنية. اما جواز سفر. اما اه رخصة السياقة. اما وثيقة حكومية. مهم. شي رخصة ديال اللي مثلا رخصة الاقامة ما هي حاجة مهم دولة اجنبية او لا. مهم وثيقة حكومية كتبت بانك انت هو انت انت هو انت مهم. هدو ماربعة الامر اصدقاء. من بدء انا شنو كي باش غادي ندير. ها انا بغت ندير اتباة الهوية. واش مو انصور غير البيطاقة بالتليفون ونصيفتها. او لا ضروريتكم بدي ايف. واش من تطبيق اللي غادي يساعدني باش نديرها بpdf مهم هنا عندك الاختيار باش نكون واضحين بغيت يديرها غيب التليفون ماشي مشكل ماشي ضروري بpdf حيث بعض الاخوان كيركزون الناس يقول لهم خسكم تديرها بpdf بغيت يديرها بpdf ماشي مشكل اه بالنسبة لبغيت تتصور غيب التليفون ممكن وكتولي كتقاد كتحاول انك تخلي الصورة على حجم دي 16 على 90 تقريبا حليك ندير الصورة مصغرة وكتقاعد الجوانب ديلا ويمكن لك دوزها بصورة تامة ولكن المشكل هو في الطريقة اللي غادي تاخد بها الصورة كيف عاش المشكل يعني مني نجي نصور انا الرضل بال علاش اولا قصني مني نجي نصور دائما نصور هكا نحط مثلا تليفون اولا نحط مثلا الصورة هكذا ونصور من الاعلى فحليك نصور بالدرون باش نصور هكذا نحطه في شي حيط ولا لا تساقه لشي حاجة نحاول نديرها في واحد اللون اه حسبي كما نقول السامبل لون وحادي لون واحد ودائما نصور نخلي الجوانب كي يبانوا ديال البطاقة الوطنية ماشي نصور على الحد ديالها ومني نجي نصور يكون المكان ضاوي وما نخدمش لفليشات وتكون زوايا الاربع كتبان وتكون الكتابة كتبان عاد نمكن لي نصيفت هات الصورة الى ترفضت لك المرة الاولى ما الافضل لك تشوف شي واحد كما قلناك يعرف يديرات خدمات باش ما اطلعش في مشكل ويبشي لك الادسونس وكما قلت لكم اللي بغاء هات الخدمات رح لك ندير وايم كله يتواصل معنا لها الانستقرام مهم اصدقاء الطريقة سهلة غادي نشارحها لكم في فيديو عملي انا حاولت نعطيكم هالنصائح لان غادي فيديوكم اصدقاء وعارفكم ما توقفو عليهم غادي نمشي ونكليكيو على الجوجل كروم باش اننا ندخلو الادسونس دينا غادي نكتبوه في البحث ادسونس من بعد ما غادي نكتبو ادسونس اصدقاء غادي يعطينا احنايا بعض الاختيارات غادي نكليكيو على كسب الارباح باستخدام ميزة تحقيق الربح من التطبيقات المتوافقة مع الهواتي في جوالة ومن بباشرة غادي نديرو تسجيل الدخول او للبدء كذلك غادي يعطينا تسجيل الدخول مباشرة بعد منا غادي نكليكيو على اه الايميل دينا يعني غادي ندخلو الايميل والموضو باس من بعد ما غادي ندخلو الايميل والموضو باس دينا اصدقاء مباشرة غادي ندخلنا الادسونس مهم بالنسبة لهذا الحساب كما قلنا لكم غادي نديرو له اتبات الهوية وغادي نحاولو نشرحو لكم شرح عملي لان كما كنشاهدو بزاف ناس كيطعو هات الاخطاء هناك يقول لكم مطلوب اتخاذ اجراء هناك مشاكل او لمشكلة يجبو الاطراع عليها هناك يصيبطوك اتبات الهوية يكرا عندك مشكلة ولكن احنا بدك رسال لك هاتجينا الايميل ككونوا عارفا بانا راعدنا اتبات الهوية مهم هانتم كما كنت شاهدو اصدقاء هاد الحساب خيط 88 درهم طالبوه باتبات الهوية وكينا اللي 90 درهم كينا اللي 100 درهم كل واحد واشحال الوقت باش كيطالبوه باتبات الهوية هادي نشيو مباشرة نكليكيولا الدفوعات وغادي نشيو نكليكيولا اتبات الهوية وصحة العنوان مباشرة اصدقاء غادي يطلع لياه طريقة اللي غادي نخدم بها باش انا ندير اتبات الهوية مهم غادي يطلع لياه واحد الرسالة باللون الاحمر اللي كان عرف بها بانا نيران مطلوب باتبات الهوية هناك يقول لك اضافة بعض المعلومات عنك ولكن قبل ما ندير اتبات الهوية خستني نركز على واحد المسألة اللي مهمة شناية خستني ندير ادارة المعلومات للحساب ديالي يعني معلومات الشخصية اللي دخلت نشوف هوا شمطابقة مع البطاقة الوطنية ديالي ماشي غي نجيو نبدو ندير اتبات الهوية لان لكن عندي غيش حرف ناقص بالاسم وما عنديش في البطاقة الوطنية يقدري يوقع لي مشكل لهذا غادي نرجع الاسم ديالي ونشوفهم زيان ورجع العنوان ونشوفهم زيان ولكن عندي شي خطأ انقاده وضروري يكون الاسم مكتوب بالفرنسية والعنوان مكتوب بالفرنسية ما يكونش الاسم مكتوب بالعربية غادي يوقع لك مشكل وهذا القادية وضحناها وعاودنا وضحناها وعاودنا وضحناها شهر من مرة لهذا اصدقاء ده بطريقة من بعد ما كنتأكد بان الاسم ديالي صحيح والمعلومات ديالي صحيحة شنو تندير كنولي نرجع لهذا الاعدادات اللي عندي في الجانب الايمن وديك ساعة كنكليكي على اتبات الهوية وصحة العنوان وكنلقى هنا اتبات الهوية بحاجة الاهتمام وعندي هنا اتخاذ اجراء صافي مباشرة غادي يعطيوني باناني هناك يقول لك اضافة بعض المعلومات عنك للمتابعة عندي في الجانب الاخر اتبات الملكية الان غادي نكليكي على اتبات الملكية الان ما يمع اصدقاء لي ما كنحاول نزربه باش ما يطولناش الفيديو ليجا الفيديو طويل او لا زربنا يعاود الفيديو مرة اخرى مهم هناك كما لكتلكم المستندات اللازمة الاتبات الهوية كما قلت لكم على وقصة صياءات جواز صافر بطاقة هوية بطاقات هوية وطنية عفوا تصريح الاقامة مهم هاد الامور انا وضحت اهنا غادي نكتب الاسم القانوني ديالي الاسم القانوني ديالي كي يقول يرجع كتابة الاسم نفسه الوارد في المستند يعني كما عندك في آآ الادسنس كما في البطاقة الوطنية غادي نكتب الاسم القانوني ديالي الاسم كيطلع عليه مباشرة التحت وهنا اختيار نوع البطاقة التعريف اللي بغي تصيفت واش بطاقة وطنية غادي نديرو آآ رخصة سياقة جوى الصفار نديرو بطاقة هوية وطنية غادي نكليكي لها بطاقة هوية وطنية وغادي نكليكيو للتالي مباشرة كيقولك الجهة الامامية من بطاقة التعريف غادي نحاولو اننا نديرو آآ نقص نقص شي شوية من الصورة باشتبلكم الصورة كاملة غادي نديروا اصدقاء الجهة الامامية من بطاقة التعريف الوطنية. غادي نكليكيو عليها. كما كنت لكم كنكون قادتها مسبقا. ماشيتها نبدأ ندير اه الاجراءات عاد نبدأ نرجع نقادها ولكن كنكون قادتها ومصائبة فقط كنجي كندير لها التحميل. غادي نكليكيو على تحميل. غادي مشي مباشرة للصورة. غادي نشوف ايش من ميل في دايرها. مباشرة غادي مشي نقلب عليها. انا دايرها في الهاتف. صافي ديك الساعة نجي كنكليكي على تحميل او لا البطاقة الوطنية. صافي هاي تم تحميلها. نجي كذلك الجهة الخلفية من بطاقة التعريف. غادي نكليكي عليها. كذلك غادي نبشي نقلب عليها شمندوسي دايرها. ومن بعد غادي نجي كذلك غادي نختارها. وبالتالي يتم يعني تحميل الجهة الخلفية من بطاقة من البطاقة الوطنية. وغادي نكليكي على التالي. يعني الامر همني تشوفوها كيف يبلكم سهل. ولكر همني تكون كديرو انت مع الخلعة وذلك شي كيتقدر تتلعب كل شي. هناك يقول لك العنوان في بطاقة تعريفك او عنوانك الدائم. بالنسبة ل هذا الامر هتقدر تدير العنوان اخر من غير لي في البطاقة الوطنية. ولكن الافضل دير العنوان لي في البطاقة الوطنية عندك. بس ما توقعش شي مشكل. ثابت نكليكي على التالي. سوف يقول لك يعني تم اثبات الهوية. احيانا الاصدقاء يتم اثبات الهوية مباشرة. هناك يوجد جاري تأكيد الهوية. بعد مرة بعد حسابات كنديلون لهم اثبات الهوية مباشرة كيقول لنا تم قبول اثبات الهوية. بعد مرة كدوز نهار. بعد مرة كدوز يومين. كي رسلوا لنا واحد الرسالة لنا بانه تم قبول اه الاثبات الهوية. ومباشرة من بعد منها كيتم ارسال لنا البين كود. يعني هذه الطريقة اصدقائها. من البداية الى النهاية. واعطيناكم جميع النصائح. وهي كما قلت لكم. ها هو جاري اثبات الهوية. يرجى الانتظار بضعة ايام. لاتمام عالم مالية اثبات الهوية. يعني كما قلت لكم اصدقائها. حاولوا تركزوا بهذه الخطوات. لانها خطوات مهمة. وشحال الناس يحقروها. ويقولوا يعني رأيها سهلة. مهم. شكرا لمن تابعنا الى نهاية الفيديو. شكرا لمن وضع عليك الفيديو. والسلام عليكم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.